خرق لقاء الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بالأمس بعضا من الجمود الذي يلفه ملف تشكيل الحكومة الجديدة إلا أن غالبية المؤشرات لا تشي بقرب هذا التشكيل وبتذليل العقبات من أمام هذا الاستحقاق استحقاق يترك تداعياته بقوة على الاستحفاق الأبرز وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع قرب انتهاء ولاية الرئيس عون في نهاية أكتوبر المقبل وفيما تكثر السيناريوهات في هذا الإطار تزيد الحديث في الساعات الماضية عن مشروع تعويم الحكومة الحالية أو تأليف حكومة جديدة تتولى تعبئة الشغور الرئاسي أي خيار يبدو الأقرب إلى الواقع في لبنان وماذا سيحل بالبلاد في حال الفشل في تشكيل حكومة والفشل أيضا في الاتفاق على رئيس جديد من جمهورية طيفونة من بيروت ليلة الكاتب والبحث السياسي جون فغالي أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار نسكاينيوز عربية يعني حتى لو كانت تكهنات ما الذي أنتجه بالأمس لقاء الرئيس عون برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لم ينتج شيئا هذا اللقاء هو الثالث بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة المكلف في غضون سلاسة أشهر في الاجتماع الثاني بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف طرح الرئيس المكلف على رئيس الجمهورية لائحة من تشكيلة وزارية هي عبارة عن الحكومة الحالية مع تعديل اسمين صحيح رئيس الجمهورية لم يوافق على التشكيلة وطلب من رئيس الحكومة إجراء تعديلات عليها خرج رئيس الحكومة ولم يعود إلى رئيس الجمهورية إلا أمس وهذا اللقاء هو الثالث عمليا ليس هناك من نتيجة فعلية لهذا اللقاء خصوصا أن بعد أسبوعين من الآن يدخل مجلس النواب في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بمعنى أن مجلس النواب يتحول إلى هيئة ناخبة أكثر منه مجلس تشريعي طيب خليني أسألك أستاذ جناو حتى نوضح للمشاهد العربي أيضا لماذا يتهم الرئيس عون بالوقوف وراء العرقلة وراء هذا التأخير في الدستور اللبناني سيدتي بعض الطائف يقول الدستور رئيس الحكومة يشكل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية لأن رئيس الجمهورية يضع توقيعه على هذه التشكيلة في حال أن رئيس الجمهورية لا يضع توقيعه على هذه التشكيلة فإن هذه التشكيلة لا تبصر النور من هنا يقال أن رئيس الجمهورية يعرقل لأنه لا يضع توقيعه على التشكيلة هو لم يطلب في التشكيلة التي قدمها رئيس الحكومة المقلف هذا الوزير أو ذاك الوزير أو تغيير هذه الحقيبة أو تلك الحقيبة كل ما فعله هو أنه رفض التشكيلة وعند رفض التشكيلة ماذا بوسع رئيس الحكومة أن يفعل هل يقدم تشكيلة جديدة كان يطالب بأن يعدل رئيس الجمهورية ما يريد تعديله لكن هذا الأمر لم يحصل من هنا يقال أن رئيس الجمهورية هو الذي يعرقل في مصلحة من يصب هذا التأخير أستاذ جون فغالي يعني لاحظنا بعض الزيارات المكوكية التي يجريها بعض المسؤولين في الآوينة الأخيرة منهم من توجه إلى بكيركي للقاء البطريارك ومنهم أيضا من كان له زيارات لربما إلى وجهات بإمكانها أن تكون مقصد مهم في الآوينة أو في الفترة اللاحقة لربما مركز لرئاسة الجمهورية شو تعليقك على هذه الزيارات وفي مصلحة من يصب هذا التأخير لكي لا نغوص في النيات فإن رئيس الجمهورية واضح في أهدافه رئيس الجمهورية إما أنه يريد حكومة تملأ الفراغ في حال لم ينجح مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد لكنه يريد حكومة إلى حد ما تميل إليه وفي أحسن الأحوال يريد أن يكون صهره جبران باسيل هو رئيس الجمهورية المقبل هو لا يقول ذلك لكنه في أكثر من مرة قال إن جبران باسيل أهل لأن يكون رئيسا للجمهورية إذن هدف رئيس الجمهورية إما جبران باسيل رئيس وإما حكومة يكون لجبران باسيل فيها التأثير الأقوى الرئيس المكلف يدرك هذه الأهداف ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يملك لعبة أو قرار دعوة مجلس النواب يدرك هذه الأهداف لا يريدون أن يعطوا رئيس الجمهورية أن ينجح في إيصال صهره لرئاسة الجمهورية أو في تشكيل حكومة يكون الوزير جبران باسيل المؤثر الأول فيها من هنا العرقلة لكن ستنتهي ولاية الرئيس عون يعني بعد أشهر في نهاية أكتوبر المقبل وعلى ما يبدو لبنان مقبل على سيناريوهات قاطمة فشل في تشكيل الحكومة وفشل في إيجاد أو انتخاب هذا الرئيس صحيح إذا حصل هذا الأمر يكون السابقة الثالثة السابقة الأولى كانت حين انتهت ولاية الرئيس إيميل الحود فوقعت البلاد في فراغ لسبعة أشهر وتم اتفاق الدوحة الذي أثمر أن يأتي العماد ميشيل سليمين رئيسا للجمهورية وعند انتهاء ولاية العماد ميشيل سليمين رئيس الجمهورية في أيار من العام 2014 وقعت البلاد في فراغ لسنتين ونصف سنة إلى تشرين الأول 2016 حين انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية حينما تكون هناك سابقتان فلا شيء يمنع أن تكون هناك سابقة ثالثة حتى الآن إذا لم يتم التوافق على رئيس للجمهورية فإن البلاد مقبلة على فراغ ثالث وهذا الفراغ بماذا سيختلف عن ما شهده لبنان سابقا يعني لبنان اليوم مستاذ جون على حفة الهاوية إن لم يكن فيها الهاوية إن لم يكن سقط فيها الوضع ليس كما السابق وبالتالي إلى أي مدى بإمكان لبنان واللبنانيين تحمل تبعات فراغ من هذا النوع الفراغ الثالث سيدتي هو أخطر بكثير من الفراغ الأول والفراغ الثاني في الفراغين الأول والثاني كان الوضع الاقتصادي جيدا كان الدولار الأمريكي 1500 ليرة لم يكن هناك نزوح سوري إلى لبنان بهذه الكسافة حيث بلغ مليون ونصف مليون نازح في حال وقع الفراغ هذه المرة لا أحد بإمكانه توقع ما يمكن أن يحدث نحن لسنا على حافة الانهيار نحن في قلب الانهيار نحن لسنا على باب جهنم نحن في قلب جهنم لا أحد بإمكانه اليوم أن يتوقع ماذا يمكن أن يحدث هناك مسؤولون يتحدثون عن أن هناك خطر على السنة الدراسية هناك القطاع الطبي يتحدث عن مستشفيات لا تستطيع أن تستمر ليست هناك مستلزمات طبية هناك أدوية لأمراض مستعصية مقطوعة هناك خطر حقيقي غير مسبوك في تاريخ لبنان المعاصر لا بل في المائة السنة الأخيرة وإلى أي مدى أستاذ جون كما يقول البعض يرتبط الوضع الحالي اللبناني بالملفات الإقليمية والأجندات الخارجية دائما سيدتي هناك أجندات خارجية وملفات خارجية فإذا كنا ننتظر الملفات الخارجية فإن لبنان لا يمكن أن يوضع على السكة الصحيحة كل ما هو مطلوب هو التالي انتخابات رئاسة جمهورية تشكيل الحكومة تطبيق الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لإعطاء لبنان الدفعة الأولى من القروض وهو سلاسة مليارات عندها يبدأ التعافي الاقتصادي في حال لم يحصل هذا الأمر فنحن سائرون ليس إلى الانهيار فحسب بل إلى وللأسف تحلل الدولة اللبنانية شكرا جزيلا على قراءة الكاتب والبحث السياسي جون فغالي معنا ليلى من بيروت شكرا جزيلا على قراءة الكاتب والبحث السياسي